تحياتنا الصباحية من صوت المحبة لألكن والما كنتم عم بتتبعونا عم تسمعونا عبر إزاية صوت المحبة عم بتشوفونا من خلال شاشة تلفزيون المحبة بهالوقت المباشر ومن برنامجنا هوينا هويك مع كل الفقرات ومع كل الاضيوف راح نحاول قد ما منقدر نكون إيجابيين ونزرع هيدا النفس وين ما كنا ومع مين ملتقينا اليوم وبيلنا هيك نطلب شفاعة أبونا الطباوي أبونا يعقوب بصادف اليوم عيده هل قديس صاحب القلب الكبير الرسول العنية الإلهية نحن بيأمس الحاجة لإله اليوم بظل كل الظروف اللي عم نقطع فيها بهذا الوطن المقهور فينا نقول بحالة من التغهقر يعني من كل القطاعات لكل المؤسسات ومن قدي المواطن قادر يكمل اليوم شفاعة أبونا يعقوب اللي كان بخلال الحرب العالمية وقدي كان فيه من تهميش ومن فقر ومن معاناة ومن مرض وكان هو بوقت من الوقات عم يوقف حد كل هالأشخاص اللي عم يحملوا معانيتهم اليوم قدي فينا نفكر بالسماء مثل ما هو بيقلنا إذا اشتغلنا للسماء وحطينا أتكالنا على الله كل شي باقي بينزيد لقلنا وفعلا هيك قدام نتكل على الرب بظل كل هذه الظروف قادرين ندبر كل الأمور اليوم بفقراتنا العديدة والمنوعة بدنا نضوي على كتير من المواضيع بداية بدنا نرحب بحضور مارتين الحايك مسؤولة الكولوني دروة بلشت النشاطات الصيفية وبلش الموسم وكتار مننا منقول في مدارس خلصة في مدارس بعد ما انتهى العام الدراسي عندها إنما بيبقى موسم الصيف موسم حافل بكتير من النشاطات الصيفية وبشكل خاص بدنا نحكي ترفيه ونظام وبرامج وتربية ونشاطات وغيرة من الأمور تلولد يعبي وقته بطريقة مفيدة بدنا نرحب بحضورك أنتوا للسنة 12 فعليا إنما للـ 14 بالعدد مع سنوات الكورونا اللي وقفيت اليوم رجعتوا بنشاط وهمة ومكملين مع ولايتكن وقدي صار عددكن من قول من سنة لسنة صلى عم بتزيدوا مجور مدام زهور أول شي بونجور لكل المشاهدين والمستمعين أكيد للسنة 12 فعليا نحنا هيدا السنة الـ 12 بالكولوني دروة وحمد الله من نجاح لنجاح عم نحمل مع الأهل هيدا الهم الصيفية اللي هو عن جد هم ترفيه بزيت الوقت نضل مسكين النظام مع الأولاد هم الأهل كلهم إنه نحنا نرجع على المدرسة ما يكونوا الولاد نسيوا النظام ما يكونوا الولاد راح كل شي تعلموا كنظام وكمتابعة يعني اليوم كتحصيل وثقافة بالنسبة للولاد ما يكونوا راحوا كلهم بالصيفية بس هيك قاعدوا بالبيت فهيدا شي كمان هدف كتير كبير من أهداف الكولوني إنه نحنا نكون بالترفيه وبالنظام عم نعب صيفية حلوة للولاد نعم تعني تعرف عليكم أنتم مين بالأول أنا قلت كولوني دروة بس ما بنعرف من وين ومين المسؤول عنكم وبأي إطار وبأي رعية أو مستقلين تبعين لمدارس أو لمؤسسة خاصة نحنا كولوني دروة كولوني رعية مارزخيا بعمشيت أبونا شرب الأبي عز هو كهن الرعية وهو المسؤول الأول بالكولوني معنا وأنا ومارتين الحايك كمان مسؤولة بالكولوني في معنا فريق أعمل كتير كبير من ١٠٨ شخص السنة وزدتوا العدد زدنا العدد لأن عدد لولاد زد فهيدا تلقائيا بيصير هدي الأشخاص شباب وصبايا من الرعية يلي هني همنا كمان إنه كمان صيفيتهم تكون صيفية مسميرة الملفت كمان إنه معنا مع المات معنا جاردينيار رح يكونوا مستلمين الفرق الصغير فهدي الأمور أكيد بتكون أولوية عنا إنه إحنا نكون عم نهتم قد ما فينا بالولاد نعم وديما المركز كون وين بيكون بالرعية ولا بمدارس مجاورة للرعية كل سنة نحنا منكون بمدرسة معينة منتنقل بمدارس المنطقة بين عمشيت وجبال يعني بخلال 11 سنة يلي مرأوا تنقلنا بين عمشيت وجبال السنة زاء الله راد مركزنا رح يكون بمدرسة الليسي بعمشيت قريبة على الرعية قريبة على الكنيسة بعمشيت زاء الله راد مهم وكبرنامج نحكي عن برنامج الكولونية الصيفة أداة بيكون في من الترفيه في من النشاط ومتل ما ذكرت في نظام وفي كمان مواد تعلم أو ما فينا نقول مواد تعلم قد ما هي إنه ما فينا نكون عم نقول مواد تعلم فينا نكون عم نقول بروجرام منوع جدا يعني نحنا عنا الخمس خمس أيام بالأسبوع ودى الخمس أيام فيهم بروجرام منوع كتير دوام كيف؟ دوام من الثمانية لساعة اثنين بعض الضهر متل دوام المدرسة الأولاد بيكونوا مقصمين بالفرق بحسب الصف متل بالمدرسة كمان كل فرقة في عندها بروجرام معين حسب العمر يلي هني فيه في عندنا نشاطات رياضية في عندنا موسيقى في عندنا رسم في عندنا نشاطات اجتماعية يعني تقريبا كل أسبوع منكون نحنا إخدين موضوع معين بيكون عندنا مؤسسة معينة كمان بيجرب يعطوا مواد يعني منجرب نكون عم طال كل النواحي التربوية والترفيهية والتعليمية لهالولد يكون عم ينمن ومو صحيح بما كان مريح كمان لأله وللأهل ولألنا نعم منحكي شوي عن العلاقات الاجتماعية وبيظل وجود وسائل التواصل اللي اليوم منقول قد نحنا على تواصل وبنفس الوقت فيه مسافات بين بعضنا اليوم كيف ترجعوا بتعززوا هالعلاقات الاجتماعية وبتضووا على دور هيك الفرد بحياة الجماعة والجماعة بحياة الفرد أيضاً طيب المجتمع سليم من دون أي خلال طبيعي نحنا لما منكون عم نحكي عن هيدا التطور كله ما فينا نكون عم ننكر أهميته بحياة بحياة الكل بس بمطرحة من المطارح كلنا بحاجة لهيدا البوزل صغيري ونقول أنه بعضونا عن بعض بس نحنا بحاجة لبعض بحاجة أنه نكون عم نرجع نحسس لأولاد أنه أنا بدون يلي حدي ما فيي يكون عم بفرح هيدا أبسط الأمور أنا وحدة قدي بده يفرحني التلافن بإيدي أو حيال وسيلة موجودة بين إيدي منجرب نرجع نحسس لأولاد أنه هني بحاجة لبعضهم بكل شي طي يفرحوا طي يتعلموا طي يكونوا هيك موجودين بمجتمع سليم مجتمع عم بيحسسن أنه هني كل حدا منكم هو فرد مهم لبنيان هيدا هال الكال شامل يعني هالمجتمع الشامل وكل حدا وهذا الشغلة نشتغل كتير عليها نحنا لما منركز كتير على أهمية الفرد بالفريق لنجاح الفريق يعني كل حدا منكم له أهميته بالمطرح يلي هو فيه وهيدي بتجي كتير بالجو من milieu انه يواضيع الي منعملها كتير شو ما طلعنا بالعمر شو ما حار فيه اكتر هيدا شي بالأعمار في الفرق انه هmbre لأ ضغري لأنه هني واحدهم رح يكتشفوا هيدا الشي رح يكتشفوا أنه هالأد البروغرام مليان هالأد أنتوا رح تكونوا عبيين وقتكن بطريقة كتير أحلى من يلي أنتوا عم تعملوا بالبيت اليوم نحكي عن تجاوب بالولاد وأهلهم الأهل بحسوا الصيفية متعبة بالنسبة لألهم وفعلاً الكولونية بتشيل عنهم هني هم كتير كبير ومعبى الوقت بشي مفيد أحلى ما يكون فيه فراغ وحالة من الضياع والفوضى والولاد يمكن من خلال تعبية وقته بحيالة طريقة يكون عم يتأذى أكتر ما هو عم يستفيد قديش العائلات بتشجع هيدا الموضوع قديش بيكون فيه تجاوبه فعلاً حتى لو كان فيه كلفة قدي الكلفة اليوم بالنسبة للأهل وقدرين يكون ولدهم بقلب كولونيات من هالنوع نحنا وصلنا لمطرح مع الأهل يعني اللي عم نشوفه أنه الأهل رجعت فكرة قد ما فينا نكون عم نجرب نقدم الأحسن والأفضل لأولادنا لو قد ما كانت الكلفة رغم أنه نحنا الكلفة عنا هي كلفة مننا يعني فينا نقول كلفة رمزية يعني هي بكلفة السورتي يلي نحنا منروحهم يلي لما سناه كتير السنة قدي كان فيه عدد كبير من الأهل جيين لأن هالقد فيه بروغرام منوع لأن هالقد نحنا بالكلونيات حمد الله يعني السيت متل ما بيقولوا كان سيتكم زي مية بالمية فكانت شغلي كتير مميزة السنة ما حدا كان عم يسأل ولا عن الدفع ولا عن أي شيء تاني غير أنه بدنا أولادنا يكونوا مبسوطين بدنا أولادنا يكونوا مرتاحين وهيك خبرونا عنكم و جايين نحط أولادنا عندكم يعني هايدي كانت كانت شغلي كتير مميزة هايدي السنة هايدي الشي بيشجع أكيد أنه نحنا نكون دايماً عم نعمل الأفضل دايماً عم نعطي الأفضل لألنا متل ما بلشنا رح نكمل أكيد نعم مارتين بالنسبة لوسائل النقل أنتو هونيك كل أولادكن من المنطقة والجوار أو في أبعد ممكن يكون فيه ولاد جايين من مناطق أبعد في أبعد في يعني أكيد الأكترية هني بين عمشيت وجبال بس منوصل في عنا من حالات في عنا بالمنطقة كمان سو بشمال لحد المنصف يعني الأهل حسب شغلهم كمان يعني في أهل بيكونوا عطريقهم بيجيبوا ليدون بيجيبوا ليدون بياخدون وأكيد عنا كمان نحنا للأهل يلي ما عندن هيدا الوقت أنه يكونوا عم ياخدون ويجيبون في أوتوكار متل متل أوتوكار المدرسة يعني أكيد أكيد ما بيتغير كثير إشيء حسب المناطق وذكرت السورتي أو الظهرة هالرحلة اللي بيبقوا نطرينا أنتو عم بتحاولوا تكونوا هيك منوعين بدهراتكم بهالنشاطات اللي ممكن يكون فيها الولد عم بيتعرف على مناطق جديدة طبيعي نحنا الظهرات اللي منروحهم الرحلات اللي منروحهم منجرب نكون عم نطال فيهم السقيفة الترفيه الراحة أكيد كل الأولاد بينبسطوا بهيدا الشيء كل الأولاد بينطروا مثل ما عم بتقول حضرتك أنه بينطروا هيدا النهار اللي نحنا عنا في هيدا السورتي يعني بيكون نهار كتير مميز بيبقوا ما بيشبه باقياتي أيام معين أهلهم من قبل الضوء أنه يلا اليوم في سورتي بدنا نروح على الكولوني في سورتي أكيد منجرب أنه نكون في عنا متاحس من زورة في عنا أماكن معالم سياحية مثل زيارتنا لجبال هيدا أكيد منجرب قد ما فينا نكون عم نغلي الولاد بديك تقولي لي سورتي بحر يعني أنتوا على البحر يعني كيف كمانا من هيدا الناحية بتتعاطوا مع الولاد نحنا في عنا مشوار سابت كل سنة من ناخد الولاد على الميناء بجبال ومنروح في هيدا الكزدورة بالبطو يعني هيدا سابت كمان من المشاوير اللي كتير بينطروها أكيد هون ما في ما أذكر خوف الأهل أنه كيف بتأمنوا على هيدا شي دايما نبقلهم قد خوفكم مسؤوليتنا قد ما أنتوا خايفين قد ما نحنا من حزب المسؤولية وخوفكم هو خوفنا نحنا كمان وحمد الله يعني تنكون وصلنا لسنة الـ 12 نحنا بنعمل أسيرانس كل سنة حمد الله يعني ورا سنة نشكر الله إن شاء الله دايما نستعمل وإلا ما كنا وصلنا لهون وما كنا صرنا نحنا كولوني دور ودوز السنة نعم يعني اليوم هالولاد أمانة بين إيديكن يعني الأهل المأمنين كنا ليون وإنتوا أقصى جهت بتكون تبزلو كرمال تحافظوا على هالأمانة وتكونوا قد المسؤولية هيك عملنا جولة على الكولونيات قديش بتكونوا عم بتقيموا السنة اللي سبقيت لتنطلقوا منها لتطوروا لتكونوا عم بتحزوا بعض الأمور وغيرة نحنا من أول يوم بالكولوني منكون عم نعمل ربار للسنة اللي بدا تجي يعني بخلاص النهار كل نقاط القوة ونقاط الضعف بينكتبوا وبينحطوا للسنين اللي جاية يعني بتخلص الكولونية منكون نحنا عارفين إنه السنة اللي جاية هيدي واحد اثنين تلات لازم نكون عم نعملون وهودي لازم نكون عم نعملون لما نكون عم نتعلم من الاشياء ومن السنين اللي بتمرق الحمد لله السنين اللي بتجي بتكون بتكون أنجح منوقف على نقاط الضعف ومنطلع عليها ومنمشي ومنتقدم وهذا الشي خلينا السنة كمان نكون عم عم نزيد أسابيع الكولونية صار لهم كتير فترة طويلة الأهل بيطلبوا إنه كنا نحنا ست أسابيع زدتوا السنة زدنا أسبوعين السنة يعني صرنا شهرين تقريبا بيطلب من الأهل إنه نحنا أولادنا بيكونوا مبسوطين بتخلص الكولونية كنا نخلص تقريبا بنص قب بتخلص الكولونية وبعد عنا فترة طويلة للمدرسة فبليز كانت على مدى سنين كزا سنة هيد المطالبة وأمتى أنتم بتفرسوا وأمتى أنتم بتاخدوا عطلتكم وبتغيروا جوا معهم مع الأولاد لأن كلكم بتعلموا كلكم بمدارس ما تكون ترجعوا بعام دراسي جديد يعني فرصتكم كتير قصيرة مظبوط بتكون فرصة قصيرة بس أكيد منكون مجاربين خلال فترة الكولونية إنه نحنا قدي بتكون الإشياء محضرة وعدي بتكون الإشياء من الساقة قدي بتكون أخف حمل وأخف أخف ضغط يعني إنتا بتبلشوا نحنا هلأ نبلش بخمسة تموز إذا الله أراد لخمسة وعشرين أب بعد في إمكانية للأشخاص إذا حبين ينضموا لألكون بعد في عندكم مطارق حسب الأعمار حسب الأعمار مشكلة الأعمار في فرق من أي عمر لأي عمر نحنا عنا من عمر ثلاث سنين لعمر الأربعة عشر سنة أكيد الأعمار الزغار تقريبا اكتملت الفرق في عنا هك بعد الفرق الوسط في مجال أكيد للتسجيل نعم تنختم نحنا بيك الوقت شرف على النهاية مارتين الحايك مسؤولة كولوني درواء بمرزخية عمشيد هك الرسالة بتوجهها لكل اللي اليوم عم يسمعونا ويتابعونا وفيتين على صيفية وعلى نشاط صيفي نصيحة للأهل نصيحة للأهل أول نصيحة نعرف دايما بإيدين مين نكون عم نحط ولادنا نتأكد إنه المطرح اللي عم نحط ولادنا فيه هو مطرح آمن نتأكد كمان إنه رح يجربوا يأمنوا الأفضل لأولادنا والنصيحة التانية لما نكون أمننا هود ما نخاف عولادنا إذا حطيناهم بالمطرح اللي نحنا عن جد نقاينين وبرأينا هو رح يأمن الأفضل لأولادنا أنا بدي أشكرك على حضورك معي وأتمنى لك صحة ودايما هيك بالتوفيق ومن نجاح لنجاح شكرا مرتين حقيقة على حضورك معنا شكرا 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 لكم كمان